اشتركوا في القناة اكدت سعادة الوزيرة همية المؤتمر كمنصة حيوية لتبادل الافكار والرؤى والخبرات حول احدث الاتجاهات والتوجهات وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات ونوهت بان مملكة البحرين لا تدخر جهدا في تعزيز موقعها كمركز رائد على خارطة السياحة العالمية حيث تسعى من خلال استراتيجيتها السياحية الى زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الاجمالي وتوسيع نطاقها لاستقطاب مجموعة متنوعة من الزوار من مختلف دول العالم مع التركيز بشكل خاص على قطاع المعارض والمؤتمرات وفي هذا السياق اشارت الصرفي لان المملكة حققت خطوات ملموسة في تطوير بنيتها التحتية السياحية بما في ذلك انشاء مركز البحرين العالمي للمعارض وتطوير مطار البحرين الدولي بهدف تسهيل تدفق السياح والزوار كما اعربت الوزيرة عن تطلعها للاستفادة من فرص التعاون والشركات خلال المؤتمر مشددة على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورا اساسيا في الارتقاء بمستويات الخدمة وتعزيز الابتكار في مجال تنظيم الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات واكيدة ان مملكة البحرين تولاهتماما بالغا بتوفير بيئة داعم الاستثمار في السياحة وضيفة بان مملكة البحرين ملتزمة بتعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع دول مجلس التعاون بما يرسم في تحقيق التكامل السياحي بينها ترجمة نانسي قنقر